اه طب يا جماعة انا دخلت رديت على الشاب بلال اللي انا معرفش هو مين والله معرفه معرفش ليه اه الجزارين ما حاسسينني ان هو انريك جليسياس معرفش ليه فانا دخلت رديت عليه لما هو غلط في المغرب وغلط في الجنس Donc وقلت قبل ما الحفلة بتاعته تتلغى او الحفلات بتاعته في المغرب تتلغى بكم يوم عملت دعوة وقلت ان احنا لازم نوقف حفلاته وان راجل ده ما يغنيش في المغرب وما يكلش من اكل عش المغربة وما يسترزقش من ورا المغربة لانه غلط في المغربة اظن ده كلام منطقي وعادي جدا يعني من حق ان انا عبر عن رأيي في انه واحد غلط في المغرب المفروض ما يغنيش في المغرب والمفروض ما يعملش عفلات في المغرب بس مش هو مش عجب ال جنسية المغربية يبقى ما يغنيش في المغرب والجمهور المغربي كله عمل حملات والحفلات بتاعته كلها توقفت صح؟ طيب لما لايه بقى انه الجمهور الجزائري داخلين يكتبوا لي تعليقات غريبة جدا حابب ان انا اقراها معاك وازهرها لكو هنا على يعني في الفيديو واحد كاتب لي وانت اما محلك من الاعراب باطل مش عارف ايه يعني فيش تيما في النص انا بلغيها باطل من غد تلقى بلال مع المغربة وفي وسط المغرب وانت تربح الشعر بس يا حبيبي لا المغربة خلاص تردوه يعني وخلاص ملوش مكان في المغرب واذا كنت اصدعك علي انا بعد كده مش هلاقي لا انا الحمد الله المغربة عارفيني كوايس يعني الحمد لله انا عندي مكانت في المغرب كويس قوي وعندي مكانت في وسط المغربة كويس قوي ازا انت ما تعرفنيش خليك انت مع آآ الشاب بلال اللي انا معرفش هو مين والله يا معرف مش عارف في آآ فانت لو بتكلم على مكانت في وسط المغربة موجودة الحمد لله ومحفوظة اما مكانة ده فدا عمر المغربة ما هيعبروه تاني. لأنه هو غلط في المغرب. واللي بيغلط في المغرب الحمد لله المغربة وعيين. معارفين كويس او احنا عملنا قلنا. انه مفيش حاجة اسمها واحد يشتم المغرب وبعدين يعتذر ويطلع يأكل عيش في المغرب. مفيش الكلام ده خالص. تعالوا نشوف التعليق التاني بس عشان انا في حاجات كده مضحكة شفتها. شاب بلال كبير عليك وعلى اللي وبيشتم. هو كبير علي مقاسه كبير يعني ولا ايه مش فيه? انا ما اسرج لي خمسة واربعين. يعني فلو انت بتتكلم في الكبر. فانا معرفش الشاب بلال. انا والله معرفه. تاني بقولك يا عمو مش ساعدة لمجرد. انا معرفه. انتوني محسسيني ان هو نجم النجوم اللي مفيش زي يا ابنة اللي مشوفتوش معرفوش. بص انا عمل اغاني للمغرب. اغاني كتير للمغرب. لو ما حدش سمعها خالص انا حسمينه برضو بلال ده. انا معرفوش يا ابنة. مين الشاب بلال ده? طب انا الشاب بلاك مجدي. يعني بعدي يعني. انا الشاب مجدي. وبعدين واحد تاني كتبلي روح وقف كزا ان كنت راجل. طبعا هو بيتكلم على ايه? يعني انتوا عارفينه اللي بنا اللي في بقوه من المغرب المطبع وانا. فده مش هرد عليه اصلا هعتبر ان هو زنفول من كوكب لالا بيتكلمه مش هنرد عليه. نشوف اللي بعد كده. رقم مصحور اجري على روحك. اه انا مصحور جدا. يعني انا مصحور المغربة سحرين لي. بص حتى شوف حفركوش ابن برتكوش. اه مصحور جدا مش عارف هو ودي السحر فين بصراحة. اه عقليات كوكب لالا ما تتكلم معك. شوف تسمع كده تقرأ تعليقات وتسمع اللي بيقولوه تعرف على طول انك بتتكلم مع كوكب لالا. بعد كده واحد كتبلي وانت ملك ومال مش عارف ايه. وتجرب وتستغل مش عارف ايه. انتوا عارفين يعني التتجربة وتستغل للمغربة والكلام اللي هو بيقولو ده. بلال مش محتاج للحفل ولا للجنسية ولا للمش عارف ايه بتاعك. طب بص يا باشا. لا بلال محتاج للحفل لانه لو ما كانش محتاج للحفل ما كانش قال انه عايز يغني في المغرب. وما كانش عمل حفلات في المغرب. محتاج لانه هو لما بيعمل حفلات في المغرب بياخد ماني. بياخد فلوسي حبيبي. فمحتاج طبعا. والجمهور المغربي هو اللي صنع اللي انا معرفوش ده اصلا. يعني ده من كلام المغربة انا بقول كده قسما بالله معرفه. ولا سمعت له قبل كده اغنية. ولا هسمعه. تمام? فهو انت بتقول انه انا بقولك الجمهور المغربي هو اللي عامله. اصلا. فهو محتاج الجمهور المغربي طبعا. الجمهور المغربي دلوقتي كرفه. بص بقى بعد ما الكرف مش هلاقي حاجة عاملها. لانو ما حدش كان عارفه. يعني عارف مسلا ايه في مطربين كده. انو مسلا سعد المجرد لو ما عملش حفلة في بلد معينة هيعمل في عشرين بلد تانية. انما اه الشاب بلال انا معرفوه شابان. يعني ما حدش عارفه. انا فصدقني. هم المغربة عملو له اسم. ودلوقتي زي ما المغربة عملو له اسم شطبه على اسمه خلاص. تمام? فهو محتاج للمغرب على فكرة. اخر بقى تعليق اواريه للكو. نعرف. نحن نعرف شاب بلال. وانت مين? انا الشاب بلاك مجدي. اه الشاب مجدي. اه الشاب الفرعون المغربي. باشا انت تعرف الشاب بلال والله انا معرفو. يعني انا معرفو. انا مين ادخل هتلاقى اغانية للمغرب موجودة. وفيديوهات للمغرب موجودة. وعندي مكانت في وسط المغربة. فزا انت شايف انه الشاب بلال مفيش حد زي له. انا نحسم منه. ايه. انا احسم الشاب بلال يا جماعة. اللي انا معرفش هو مين. يعني. وتاني بقول لك. اه نحن نعرف شاب بلال وانا معرفوش. عادي. ومش عايز اعرفو. كل اللي اعرفو عنه اني شفتو الفيديو بيغلط في المغربة. فطالما شفتو فيديو بيغلط في المغربة دخلت عملت عليه حاملة عشان غلط في المغربة وفي المغرب والمغربة عملوا عليه حاملة روقوه خلاص يا باشا ولا تقولي بقى الشاب بلال ولا الشاب مهويه مفيش لمهوي ولا مفيش الكلام ده خلاص مع السلامة خلاص كوكب لالا يغني في كوكب لالا بقى ممكن يغني براحته في كوكب لالا فافلام بقى وتعليقات ودخلين على اه ثريتز وعلى انستاجرام عندي عملين يشتمو فيه حبيبي انا بقلت الواقع قلت للطبيع انو يتقال لما لما واحد بيغني وبيأكل عيش من ورا المغربة والمغربة بيدولوا فلوس عشان يروح يغني عندهم ويغلط في الجنسية المغربية وغلط في المغرب ما يغنيش في المغرب ما يشتغلش في المغرب. ايه الغلط في كده? هو ده المنطق. انت راجل غلط في المغربة بتشتغل عندهم ليه? انت راجل غلط في المغربة تاكل من رزقهم ليه? لا يا حبيبي في غيرك مليون واحد احسن منها ما بيتكلمش على المغرب وحش. هو ده اللي يستحق يدخل المغرب. واحد يجي يقول لي انت. انت عايز انت تروح يا عم اه. عادي انا عايز اروح. اعتبرني ان انا عايز اروح. اكيد انا عايز اروح طبع. ولكن ما انا بروح المغرب كتير. انما واحد زي ده ما حبش يشوفه المغرب بيغني. ما حبش يشوف الاعلام المغربي بيكتب عنه. ما يستهلش. يعني ايه يغلط في المغرب واعدين الاعلام المغربي يكتب عنه. يعني اغلط في المغرب والصحافة المغربية تكتب حفل اللي بلاقملاها يا حبيبي ما فيش حفل ولا حاجة. ولا تاخد درهم من ورا المغربة. عشان انت غلطت في المغرب. ده المنطق بيقول كده. وعشان ايه واحد بعد كده قبل ما ينتق كلمة المغرب. يعرف هو هيقول ايه كويس. ويعرف حدوده كويس. مش يغلط ويقول اللي هو عايزه على المغربة وعى المغرب ويغلط في بنات المغرب ويغلط في المغرب وفي تاريخ المغرب. وبعد يطلع يقول لك ايه? انا آسف. يلا بقى شغلوني في المغرب يلا ودوني درهم. مفيش عاجة اسمها كده حبيب. بس كل واحد يعرف بعد كده حدوده. اللي هينطق كلمة المغرب بكلمة غلط ما يشتغلش في المغرب. ما يكلش من رزق المغرب. ما ياخدش درهم في جيبه. بس راح بقى خليك فخد الدنار الجزائري وغني في الجزائر. مش انتغلت في المغرب خلاص خليك في بلدك. مش انت نجم النجوم. مش كابتن بلال ده نجم النجوم. خلاص يا عم ما مش انت قلتوا مش محتاج المغرب واردينة بقى هتنجح ازاي من غير المغرب. وانت اصلا ما قلتش ناجح. انت بس المغربة اللي كانوا يعني مطلعين اسمك. غير كده ما حدش عارفك يا ابني والله يا معرفه. فمعرفش انتو محسسيني يعني الجزائرين محسيني ان انا اتكلمت على مايكل جاكسون. انا معرفش. مش عارف. سعد لمجرد مسلا ان اسمه بيتقال اللي عالم كله عارفه. انما اه بلولة انا معرفوش بلولة. انا معرفوش. بلبل معرفوش دول عشان هما فاهمين انه لما يدخلوا بيقولولي مين انت? وانت مين? يا عم انا الشاب مكدي. الفرعون المغربي. اذا دور على اسمي يا بشا هتلاقيني وعندي مكانتي في وسط المغربة كويس. بس كده. فكل واحد بعرفو بيقولي. لنا الله في كوكب لالة. انا الاحمر والنجمة الخضراء. انا اسد الاطلس. انا مالك الصحراء وسيدها. انا قلب الاسد. هنا اكتشفت اول مجوهرات في التاريخ. هنا شيدت اقدم جامعة بالعالم. انا مبدع القفطان ومبتكر الزليج. انا من كسرت شوكة العثمانيين. انا تاريخ كبير. انا القوي العتيد. انا القريب والبعيد. انا الكرم والجود. انا الاحمر والنجمة الخضراء. انا المغرب. انات كبر. انا得 تعالى nope لهم من شریعه. انات أعطينا على burner. في الماء بلىصد. انات الكفر ومر بلقاء بلقاء الف Алеب prodえば بلقاء podاج بال発ورة. انات لا ت